اهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من حلب اليوم أفاد مركز عزاز الإعلامي بمقتل شخصين وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بمدينة عزاز شمال حلب وبث ناشطون فيديو للحظات بعد التفجير أظهر استنفار المدنيين من محيط مكان الانفجار حملت قوات سوريا الديمقراطية الجانب الروسي مسؤولية المعارك الدائرة شرق الفرات بعد تقدم الجيش الوطني السوري بريف الرقة الشمالي وقالت قسد في بيان عبر فيسبوك إن القوات الروسية غضت النظر عن هجوم الجيش الوطني على ثلاثة محاورة في منطقة عين عيسى شمال الرقة خرجت أكثر من مئة عائلة سورية من مخيم الهول جنوب مدينة الحسكة بعد كفالتهم من قبل وجهاء عشائر وأفاد مسؤول في المخيم بتصريح لوكالة سمارت إن مئة وإحدى عشر عائلة خرجت من المخيم بكفالة من شيوخ العشائر بالمنطقة مشيرا أن جميع العوائل تنحدر من محافظة الرقة شهدت بلدة كناكر بريفي دمشق الغربي توترا أمنيا من قبل قوات الأمن التابعة للنظام على خلفية انتشار عبارات جدارية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام وفق ما ذكره موقع صوت العاصمة وخط أهالي البلدة عدة عبارات على الجدران طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين وعبروا من خلالها أيضا عن تضامنهم مع السوريين المعتقلين في سجون النظام قالت صحيفة جسر المحلية أن أطفال قتلوا جراء انفجار مستودع ذخيرة لميليشيا إيرانية بمدرسة في مدينة الميادين بريفي دير الزور الشرقي وأوضحت الصحيفة أن انفجارا عنيفا هزى حي الطيبة في مدينة الميادين بدير الزور ما أسفر عن مقتل أربعة أطفال وإصابة ثمانين نساء رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر دعوة تطالب بترحيل السوريين الذين دخلوا إلى البلاد بطرق غير شرعية وأفادت قناة الحرة الأمريكية أن القضاء الإداري رفض دعوة مقدمة من المحامي بمحكمة النقض والدستورية العليا طارق محمود والذي ادعى أن دخول السوريين إلى مصر بعد قيام الثورة المصرية كان بطرق غير شرعية نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر